شو تنظروا للاستهداف المستمر للقواعد الأمريكية الأرتال ربما الدعم اللوجستي للقوات المتعددة ربما حتى لموكب السفارة البريطانية أيضا في وقت سابق تعرضتوا إلى محاولة استهداف عدتكم معلومات عن الجهات اللي تستهدف؟ أكو مفاوضات؟ أكو هدنة عقدت في وقت سابق؟ أولا مهم أني بقول أن الكوات الأجنبية تحت التحالف الدولي موجودة في الإراك بعد دوة من الحكومة الإراكية لتوفير دعام ومساندة في محاربة الداش وكان في تقدم بشكل ملموس منذ 2014 في هذا المجال وأني فهور بالتعاون والتنسيق بين الكوات المسلحة البريطانية التحالف الدولي والحكومة الإراكية في هذا المجال كان في انتصار دود داش بس للأسف لسه في تحديد من داش خاصة في المناطق المتنازلة عليها وأيضا في المناطق المهررة وأيضا شاهدنا للأسف في بغداد قبل ثلاثة شهور هجوم أرحابي من كبل داش هنا في بغداد شاهد الطيران بزابط فأكيد لسه في تحديد لسه في طلب من الحكومة الإراكية لدعم دولي في مهاربة داش فهذا هي الأسباب لوجود التحالف الدولي في الإراك وأني فهور بالتعاون والتنسيق فيما يخص هجمات السوريخ وهجمات من كبل الطيرات المسائرة لتحالف الدولي في رأيي ما في أي مبرر لهذه الهجمات لأنه نحن موجودين حين في الإراك بعد دوء من الحكومة الإراكية نثمن كل الجهود من كبل الحكومة الإراكية والكوات المسلحة الإراكية لتوفير حماية للتحالف الدولي وأني أتمنى أن ما رح يكون في نفس الهجمات في المستقبل خاصة لأنه أكيد فيه تأثير سلبي على التحالف الدولي بس للأسف فيه تأثير سلبي أيضا على أشعاب الإراكي بعد كل هذا هي الفوضى في الإراك كان فيه تأثير سلبي جدا على الوضع الاقتصادي على الوضع الأمني وما رح يكون فيه استقرار في الإراك طالما رح يكون فيه وجود الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة هذا صحية في الإراك وهذا صحية في كل البلدان في الشرق الأوسط وفي كل البلدان في العالم مثلا في إيران وفي سعودية ما فيه فصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة أنا أتمنى أن بعد كل السراعات في الإراك منذ 2003 وقبل 2003 أن الآن في المستقبل أنه رح يكون فيه استقرار في الإراك ونعرف أنه مهم جدا أنه الحكومة الإراكية أن تسيطرة على السراح المنفلت في البلد وأيضا نشتغل ما بعد مع الدولة الإراكية اللي بناه مواسسة الدولة لأنه بدون دولة كاوية في الإراك ما رح يكون فيه استقرار آمن أو ازدهار اشتركوا في القناة